سلام عليكم قصتنا الليلة تصلح لأن تكون فيلم سينمائي قصة من القصص اللي توجع القلب واللي قلبه ضعيف لا يسمعها القصة لكن أنا أنصح أنك تقوي قلبك وتسمعها القصة هذه من الأول إلى الآخر وهالقصة هذه صراحة لفت نظري إلها بعض الإخوة المتابعين وقالوا يا أبو عبد العزيز ودنا هالقصة هذه بالتحديد قلت إبشرو وبحثت عنها القصة وصراحة القصة هذه من أبشع وأفضع الجرائم اللي ممكن تسمعونها في حياتكم لذلك قبل أن نبدأ في سرد أحداث هالقصة لا تنسون تدعمونا بلايك لهذا الفيديو واللي أول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا في عام 2010 ونهايات عام 2010 وتحديدا في إحدى ضواحي مدينة بنزرت التونسية وتحية لأهل تونس وليهون السامعين جميع فيه رجل متزوج وعنده عائلة مكونة من ثلاث أبناء اثنين ذكور وبنت وهالرجل هذا رجال مسالم بحاله ما عنده مشاكل أبدا وعايش هو وأبناءه وزوجته بسلام وأمان وأطمئنان وعنده ابنه الصغير اسمه ربيع ربيع هذا كان في هذاك الوقت عمره تقريبا عشر سنوات وهذا الولد ربيع ولد ذكي وحبوب ولطيف وتلاقيه مساوي جو فيها العائلة وأم ربيع تعتمد على ربيع في كثير من الشغلات على روح على السوبر ماركت روح على البقالة روح جبالي هذه الولد ما شاء الله تبارك الله ذكي ويلقطها على الطاير المهم في يوم من الايام وفي نهايات عام 2010 أخت ربيع الكبيرة عندها تلفون وخلصت عندها باقة الانترنت وقالت يا ربيع هذه فلوس وروح على البقالة أو محل الاتصالات واشحلي الرصيد على خطي الولد ما تشذب خبر خذ الفلوس وطلع على هالشارع وبعد شوي عشر دقائق ربع ساعة البنت وصلها إشعار أو رسالة أنه تم شحن الرصيد هذا في الخط والأمور مشت عالي العال لكن ربيع طلع وما عاد رجع ساعة ساعتين ثلاث ساعات قالوا لك يمكن ربيع قاعد يلعب فيها الشارع مع هالأطفال لكن أم ربيع وأبو ربيع يشغل بالهم على الولد ما هو بالعادي يغيب كل هالفترة وهالمدة هذي يطلعوا على الشارع من هناك ربيع فصم الحذاب يسألون الأصدقاء أصدقاء ربيع الجهران يا جماعة حدا شاف ربيع الكل يقول ما حدا شاف ربيع وين راح ربيع وين أختفى الله أعلم وأخبر وقلب الأم دليلها أم ربيع صار عندها إحساس غريب يقولها ربيع حصل له شيء والأم صارت تبكي وانهارت وطبعا فزع أبناء الجيران وعلى قولة أخواننا في تونس والمغرب أبناء الدوار ولا أبناء الحومة يعني أبناء الحي كلها ناس جيران يعرفون بعضهم وأبو ربيع رجل يعني من الناس المحترمين فيها الحارة كل الناس والأقرباء والأصدقاء بدأوا يبحثون معها الجماعة على ربيع ما خلوا مكان إلا ما بحثوا فيه لكن ما في أي أثر الربيع ولما الأهل أفقدوا الأمل من العثور على الولد ويقومون يروحون على مركز الأمن السلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا جماعة عندنا ولد مفقود مواصفاته كذا وكذا وبحثنا عنه عند الأصدقاء والأقرباء وما عثرنا عليه وطلب الجماعة من رجال الأمن أنهم يبحثون عننا الولد لكن كان جواب رجال الأمن فيها ذاك الوقت قالوا والولد يعني ما صار له كم ساعة مختفي وإحنا ما نقدر ناخذ بلاغ أو نسوي بلاغ ونبحث البعد مرور 24 ساعة على اختفاء الولد وهذه المشكلة اللي في كثير من الدول العربية الآن في بعض الدول غيرت هذا القانون وخصوصا بالنسبة للقصر اللي تحت سنة 18 سنة أو خصوصا للأطفال اللي بسن معينة تحت سن العاشرة وطبعا بالنسبة للدراسات والتحليلات على مستوى العالم يقول لك على حسب الجرائم المرتكبة مدة 48 ساعة هي الوقت الحاسم في العثور على الطفل ولا على المفقود إن كان كبير ولا صغير إن قدرت تعثر خلال 48 ساعة على المفقود كان بها أما إذا ما قدرت خلال هالوقت المحدد هذا 48 ساعة فتصير فرص العثور على المفقود ضعيفة جدا وحتى الآن في وقتنا الحالي إذا أتبلغ عن مفقود فوق سنة 18 سنة ما يعني تم البحث عن هذا المفقود بعد مرور 24 ساعة على اختفاؤه وفي هال 24 ساعة يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب المهم أهل ربيع يعني لما شافوا رجال الأمن ودهم 24 ساعة ما وقفوا عند هذا الأمر صاروا يبحثون الأم منهارة الإخوان ربيع كذلك منهارين الأب الجيران كل واقف معه أهل ربيع يبحثون يا جماعة طولوا بالكم لعلى وعسى يكون يعني يعني كل الاحتمالات واردة لكن كان الأم أم ربيع أنتها إحساس ماهو طبيعي تقولوا لدي صير له شي مر 24 ساعة رجال الأمن بدوا يبحثون الناس تبحث القضية يعني سمع فيها القريب والبعيد لكن بدون أي نتيجة مر 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة 3-4 تيام بدون ما يعثرون على أي طرف خيط يوديهم إلى ربيع لا أعثروا عليه جثة ولا أعثروا عليه في مكان ما وبعد ما فقدت العائلة الأمل في فرص العثور على ولدهم ربيع كان فيها ذاك الوقت برنامج في تونس برنامج تلفزيوني اسمه المسامح كريم فقاموا أهل ربيع والدة ربيع بالتحديد حاولت أنها تتواصل مع إدارة البرنامج وطلعت ذاك اليوم على البرنامج في إحدى الحلقات وبدأت تناشد الشعب التونسي وخصوصا أهل مدينة بن زرت وتطلب المساعدة وعرضوا صورة ربيع على التلفزيون والقضية أصبحت قضية رأي عام وتعاطفت الناس معاهم والأم كانت يعني في وضع لا تحسد عليه وما تتمناه العدو قبل الصديق المهم بعد ما طلعت على هالبرنامج وناشدت الشعب التونسي والتونسيين وأي شخص ممكن يشوف هالصورة رضوا صورته على التلفزيون التونسي المحطات التلفزيونية الجرائد الصحف الكل يسولف في قضية اختفاء ربيع وتعاطف كل الشعب التونسي مع قضية اختفاء هذا الولد وأصبحت قضية اختفاء حديث الشارع التونسي ويا بنت قولي لمتش ربيع مختفي وما حدا يذري عنه شي المهم ما لكم بالطويلة رجال الأمن يبحثون وبنفس الوقت يعني يسون استجوابات لأهل الربيع قاله يا أبو ربيع أنت عندك ثار مع أحد عندك مشكلة مع أحد فيه مشاكل بين زوجتك وبين بعض النساء لأنه كل الاحتمالات واردة يجوز حد خطف هذا الولد بغاية الثأر بغاية الانتقام قالوا لهم ما في إلا واحد ممكن أنه يكون هو السبب وراء اختفاء أولدي منو هذا قالوا لهم هذا واحد ينقال له جيلاني منو جيلاني يا أبو ربيع يعطينا السالفة وممكن يعني نقدر نعتقل هذا الرجال نحقق معاه نشوف شين السالفة قالوا لهم السالفة وما فيها أنه هذا جيلاني قبل مد منزما جاي خطب وحدة من خواتي يعني جيلاني وده خطب عمّة ربيع ولما بدأ يسولف فيه الخطبة أنا كنت من المعارضين على هذا الزواج ليش معارض على هذا الزواج يا أبو ربيع قالوا لأنه هذا جيلاني متزوج وعنده أبناء وبنات وأسرة وفي القانون التونسي ممنوع تعدد الزوجات خلاص تتزوج هالمرأة هذه وانتهى الموضوع وإذا ودك تتزوج مرأة أخرى إما أنك تطلق أو ما في حل وصراحة لما جاء هذا يخطب أختي قلت أنا رجل رجل عنده امرأة وعنده أبناء وبنات خلوا يطلق وبعدين يجي يخطب أختي بعدين هذا الرجل يعني ما نيمرتاح له ما هو مضبوط عنده بعض المشاكل على الرغم من أنه أخت أبو ربيع موافقة على هذا الزواج ولا عنده مشكلة حتى أخوان ربيع الآخرين وبعض يعني الأقارب ما عندهم مشكلة قالوا يا أبو ربيع أنت معارض هذا الزواج ليش يا أخي بعدين الرجال داخل من الباب ما هو داخل من الشباك يعني في النهاية راح يتزوج هو قالوا لهم ولا ممكن يحصل هذا الزواج على جثتي أنه يتزوج أختي وبناء عليه حصلت بعض المشاكل بين أبو ربيع وبين جيلاني وهذا جيلاني كل يوم وثاني يحاول يخطب يحاول يود الجاهات إلى أبو ربيع أبو ربيع معارض هذا الزواج جملة وتفصيلا قالوا يا عمي ما لك عندنا نصيب يحاولون معاه من هنا من هنا قال يا عمي خلاص انسوا الموضوع وبناء على هالمشاكل اللي حصلت واللي تراكمت فوق بعضها وبسبب معارضة أبو ربيع للزواج ظاهر أنه جيلاني مهدد أبو ربيع في بعض المرات أنه والله لا أسوي لك شي ما تنسى بحياتك والله ما أدري شنو بناء عليه أبو ربيع وجه أصابع الاتهام الجيلاني الرجال الأمن ما شظه وخبر ألقوا القبض على جيلاني تعال لي هين يا جيلاني جيلاني لما ألقوا القبض عليه قوم الدنيا وما قعدها ويبهدل بأبو ربيع يلي ما تستحي يلي ما تخاف الله أصلا من أول ما طلع الخبر أنا اللي أعطيتكم سيارتي على قولة إخواننا في تونس كهربتي السيارة يقولها كهربة أنا اللي أعطيتكم سيارتي ومسخر كل قدراتي وأبحث معاكم وأمشي قدامكم وأنا اللي أنهارت وأبكي بالليل وبالنهار على ربيع آخر شي تتهموني في قضية اختفاء هذا الولد يا عيب الشوم عليكم صحيح حصل بيني وبينهم بعض الخلافات لكن ما يصل الأمر لدرجة أني أخطف ولده مثلا شنو دي أسوي بابنه ولد عمره عشر سنوات يعني شنو دي أسوي فيه المهم رجال الأمن يحاولون من هناك مع جيلاني جيلاني ما عليه أي إثبات ولا قدروا يدينونه بقيد ألم له وبما أنه رجال الأمن ما قدروا يحصلون شي من جيلاني وما أثبتوا عليه شي قاموا الجماعة أطلقوا وصراحوا وتروح الأيام وتجي الأيام وربيع ما له أثر العائلة منهارة يناشدون الناس يتوقعون بأي يوم من الأيام يعثرون على جثة يعني يعثرون عليه في مكان ما حدا يبلغ عن وجود هالولاد وطبعا مثل ما تعرفون بدأت الشائعات تنتشر وهذا يقول تم خطفه لبيع أعضاءه البشرية واحد يقول لك تم خطفه لأجل المفاوضة أو ابتزاز أهل أبو ربيع رغم أنه أبو ربيع رجال أحواله المادية رجل مستور ويستنون هالجمع على اليوم وبكرة وبعد بكرة وتمر الأيام والأسابيع وربيع ما له أي أثر وتروح الأيام إلى بداية عام 2011 في شهر كانون الثاني في بداية السنة فيها ذاك اليوم أحد الأشخاص مار في أحد الشوارع وينتبه على وجود كيس أسود لكن الكيس هذا لفت نظر هذا الرجال ولما قرب عليه هو يلاقي فيه جثة بشرية لكن الجثة هذه ما هو عرفانها شني هل هي ولد هل هي بنت الرجال بمجرد ما شاف الجثة أو الكيس هذا ويبلغ رجال الأمن حضر رجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم الطب الشرعي والبحث الجنائي بمسمياتها طبعا في تونس وتم رفع الجثة هذه اللي أثروا عليها إلى الطب الشرعي والمشرحة لأجل يعرفون شنو جنس هالجثة هذه لهم عرفانينها لا هي ولد ولا هي بنت لكن مبين يعني ولد يعني طفل صغير الجثة كان منظرها فضيع جدا وكانت مقصوصة إحدى اليدين الرقبة مذبوحة من الوريد إلى الوريد الجسد الصغير هذا متعرض إلى أكثر من ثلاثين طعن في مختلف الأنحاء العضو التناسلي ممسوح مسح ما هم عارفين هل هو ولد ولا بنت ما هم عرفانين فيه كذلك بعض الرموز والطلاسم اللي محفورة حفر الصدر مفتوح يعني منظر كان فضيع جدا المهم رجال الأمن عندهم بلاغ عن اختفاء ربيع اللي قايمة الدنيا وما هي قاعدة مشانه في تونس وفي مدينة بنزارت ويقومون يتصلون هذاك اليوم على أبو ربيع سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا أبو ربيع لو سمحت ممكن تشرف لعندنا على المستشفى الفلاني أو على المشرح اللي يحطون فيها الجثة هذه اللي يشرحونها خير يا جماعة شنو الموضوع قالوا بس تجي يتعرف ولعله وعسى خير إن شاء الله أبو ربيع رجاله يركب ويجي لعندهم خير يا جماعة عرضوا على أبو ربيع الجثة اللي يثروا عليه على حسب المواصفات اللي والصورة اللي كانت عندهم قالوا لك يعني احتمال كبير إنه جثة هذه تطلع الربيع ولما جاء أبو ربيع وشاف الجثة كانت الصدمة إنه هذه جثة ربيع الرجل انهار لهول الصدمة للمنظر الفضيع من وهذا المجرم اللي ما عنده قلب حتى الحيوانات أجلكم الله ما تسوي هذا الفعل المهم في النهاية أبو ربيع تعرف على جثة لده ربيع رحمة الله عليه وبدأ رجال الأمن التحقيق من أول وجديد بما أنه الآن عثروا على جثة وطبعا أبو ربيع وام ربيع بمجرد ما تم العثور على جثة ولدهم رجعوا ووجهوا أصابع الاتهام الجيلاني قالوا إذا جيلاني ما هو القاتل واللي مسويها الفعل هذا أكيد يعرف أو عنده طرف خيط منه اللي سوى هذا العمل وبناء على يقومون يعتقلون جيلاني تعالوا هنا يا جيلاني جيلاني كذلك أنكر كل التهم المسندة إليه وقال لهم مستحيل أنا أسوي هالجريمة الفضيعة وبعدين شايفيني أنا لهالدرجة يعني مجرم صحيح فيه شوية خلافات بينه وبينهم وما رضي ويعطوني البنت لكن ما تصل الأمور لهالدرجة هذه من يعني القتل من الإجرام ولا ممكن بعدين أنا عندي ولاد وعندي بنات ولا ممكن أسوي هذا الفعل يحاولون مع جيلاني من هناك جيلاني ما قدروا يثبتون عليه أي دليل لكن اكتشفوا أنه جيلاني متزوج أخت أبو ربيع اللي كان يخطبها أبو ربيع ما رضي يعطي إياها وطبعا الزواج هذا حصل كزواج عرفي والزواج العرفي جريمة في القانون التونسي يعني ممنوع أنك تتزوج بغض النظر عن مصميات الزواج بشكل عام إذا تتزوج عرفي هذه جريمة يعاقب عليها القانون وتسجن في حكم المهم جابوا جيلاني وحطوه في السجن في سجن بنزرت وحكموا عليه بالسجن لمدة عدة أشهر في هذا السجن بتهمت أنه الرجال متزوج عرفي وهذه جريمة يعاقب عليها القانون المهم حطوه في السجن وعائلة ربيع حزينة جدا على هالمصير اللي وصلوا ولدهم ورجال الأمن يحاققون ويبحثون من هناك ودهم يعرفون من المجرم منه القاتل اللي بلأ قلب هذا اللي سوها الفعل الشنيع لكن بدون أي نتيجة وترجع تطلع عمر ربيع مرة ثانية في برنامج المسامح كريم وتناشد الرجال الأمن الحكومة المسؤولين أنهم يعثرون على القاتل بأي طريقة كانتوا فعلا القضية لبشاعتها والجريمة لفضاعتها يعني أثارت الرأي العام التونسي وصارت سالفة الشارع كل من يسولفه بربيع ومنه هذا اللي ما عنده قلب اللي ما يخاف الله اللي مساء يهجرين بهذا الطفل البريء المهمة لكم بالطويلة راحت الأيام وجهت الأيام جيلاني موجود في سجن بنزر حطنوا فيه عنبر والمساجين اللي معه جيلاني صاروا يعانون من بعض المشاكل بسبب وجود جيلاني في هذا العنبر وجيلاني هذا شنو المشاكل اللي صار يسويها هذا جيلاني لما يجي وينام صار هلوس عنده هلوسات كوابيس وهو نايم يتلاقيه يفز على طوله يقول كبلوه قطعوه شيلوه حطوه فيه الكيس يفزز المساجين بنص هالليل من حالات نومهم ومساجين اللي داخل فيه مشكلة اللي عنده همم كفية وهذا زودها عليهم بالزيادة لا عادي يخليهم ينامون بهالليل ولا عادي يخليهم يرتاحون سوى لهم أزمة فيه العنبر ويقومون هالسجناء هذول يطلبون نقلهم على عنبر ثاني وقالوا يا عمي هذا الرجال ما هم خلينا لا ننام ولا نقعد ولا ناكل ولا نشرب طول الليل وهو يصيح وقاموا وينقلوا السجناء هذول وبدلوهم بسجناء آخرين وجوق عدوا مع جيلاني وجيلاني يظل على هالحال كل يوم منامات وكوابيس وأحلام ويصح وسط هالليل يصرخ واحد من السجناء اللي جوا جديد رجال ينقلوا عبد السلام عبد السلام هذا داخل على السجن بسبب مشاجرة وصار شوي شوي يتقرب من جيلاني قالوا يا جيلاني انت شنو سالفتك يا أخي شنو موضوعك تصيح بهالليل يا أخي أقلقت راحتنا سالفلي شنو موضوعك انت هذا فلان داخل في مشكلة في عركة قولاتهم أنا داخل في مشكلة مشاجرة بسيطة انت شنو مشكلتك سالفني يا أخي قالوا يا عبد السلام صراحة أنا مشكلتي والله بسيطة يعني داخل على السجن بسبب اني تزوجت عرفي على زوجتي وأنا متزوج قالوا هذي شغلة بسيطة أنا عندي محامية ومحاميتي شاطرة وأنا أنصحك انك توكل هالمحامية هذه تترافع عنك وطالعك منها الموضوع بأقل يعني حكم يعني تستأنف الحكم اللي انحكمت فيه وتطلع من السجن قالوا القضية ما هي واقفة كمان عند هذا الموضوع شنو القضية جيلاني قالوا صراحة في بعض الإشاعات والسوالف أنه أنا متهم بقتل طفل عمره عشر سنوات وهذا الولد قاعد يجيني فيه المنامات قاعد أهلوس وأكوبس فيه وهذا السبب اللي قاعد يخليني أسبب لكم الإزعاجات بعد أخذوا عطا بين عبد السلام وجيلاني عبد السلام قالوا شو فيه جيلاني يعني خلي السالف بيني وبينك بما أنه أنت قاعد تهلوس هالهالوسات هذه والهالوسات هذه ما هي طبيعية تصرفاتك ما هي تصرفات شخص ما له علاقة أسألان أنا وياك بالسجن وما حدا يعلم في هذا الموضوع قول لي أنت القاتل ولا مو أنت القاتل وأوعدك أبدا والله ما أجيب سيرة لحد قالوا والله يا عبد السلام يحني إذا ودك الصحيح ترى أنا اللي قتلته بس والله مو لحال اللي قتلته من هو اللي قاتلوا معاك قالوا والله يا عبد السلام اللي قاتلوا معاي عمته اللي تزوجتها عرفي هي اللي ساعدتني وكذلك أختها الثانية يا لطيف يا ساتر يا ربي عفوك سترك وطبعا عبد السلام صير له فترة في السجن وما يدري عنها القضية وعنها الموضوع وما أخذ وعطى فيها السالفة أو ما أهتم فيها وقال لك يمكن هذا يكون قاتل يكون ما هو قاتل المهم يقوم جيلاني يوكل المحامية اللي يوكلها عبد السلام والمحامية هذه قدرة تطالع جيلاني من السجن بعد ما قضى ثلاث أشهر في السجن وطلع هذاك اليوم حر طليق ولما طلع عبد السلام ويسمع بين هالناس ويا بنت قولي لأمك أنه الجماعة طلعوا في برنامج المسامح كريم واتهموا جيلاني فيه القتل ويقوم جيلاني هذاك اليوم يعني من حق الرد قال أنا لازم أطلع أدافع النفسي وأبرر موقفي وفعلا يقوم يتصل على إدارة البرنامج وقالوا تعالي يا جيلاني ويطلع جيلاني على برنامج المسامح كريم وطبعا فيه فيديوهات موجودة على اليوتيوب الجيلاني ولعائلة أبو ربيع رحمة الله عليه المهمه يطلع لكم جيلاني هذاك اليوم على برنامج المسامح كريم وقال لهم يعني يا عمي أنا رجل مستحيل أرتكي بالجريمة هذه صحيح حصل بينه وبينهم بعض المشاكل بعض الخلافات وانسجن ثلاثة شهور بسبب الزواج العرفي لكن بدأ يمثل تمثيلية هذا جيلاني وخلى عدد كبير من الشعب التونسي ينقلبون على الاتهامات اللي كانت موجه له وتعاطفه معه قالوا يا عمي فعلا هذا الرجل لو أنه قاتل مستحيل يطلع بها الوقاحة هذه وبها الجرأة يعني أنه يدافع النفس وقال مهم ما لكم بالطويلة هذاك اليوم وهم قاعدين يبثون الحلقة هذه على التلفزيون التونسي والتونسيين يشاهدون الحلقة هذه واللي يتعاطف مع جيلاني واللي يقول لا هو القاتل واللي يقول لا أمه قاتل هذاك اليوم عبدالسلام طلع من السجن وكانت زوجته هذاك اليوم جايبت له ولد الظاهر كانت حامل وجايبت له ولد وشايفه ما هو مصدق هذاك اليوم عنده أمه وقاعدة تتابع التلفزيون وتتفرج على البرنامج هذا المسامح كريم وطالع الجيلاني ويلتفت عبدالسلام على التلفزيون ويقول يا عمي والله هذا الجيلاني هذا الجيلاني اللي كان معاي في السجن ويبدأ يترك الولد الصغير هذا اللي جايه جديد وفرحان فيه وبدأ يتابع الجيلاني شنو يسولف على التلفزيون والجيلاني والجيلاني ادموعه تنزل ويعني قاعد يمثل وانا مستحيل اقتل وانا كذا وحرام عليهم وشوهه وصمعتي وانزعه وصمعتي وكل التونسيين صاروا يسولفون علي عبدالسلام يسمع السوالف ومصدوم يقول لك شلون هذا اللي اعترف لي بعظم تلسانه وانه هو اللي قتل وهو اللي سوه وهو اللي كذا عبدالسلام كان خايف من جيلاني انه مجرم قاتل لكن لو هو قاعد يسمع الجيلاني هو يسولف يرجع ينظر على ابنه الوليد الصغير هذا الطفل الحديث الولادة تحركت المشاعر داخله وصار يعني مثل ما تقولون يحط نفسه مكان ابو ربيع على هالولد وطبعا لما طلع عبدالسلام سمع فيه قضية ربيع وقضية مقتله ولما شاف هذا بكل وقاحة قاعد يمثل على التلفزيون ويمثل على التونسيين بمجرد ما خلص البرنامج هذاك اليوم ويركب ويصير يبحث على عنوان ابو ربيع ابو ربيع طبعا صار عنوان منزله اشهر من نار على علم بالسؤال من هين من هناك ويجي هذاك اليوم على ابو ربيع السلام عليكم وعليكم السلام عرفوا عن نفسه انا عبدالسلام والقضية يا ابو ربيع السالفة وما فيها انا كنت مع هذا جيلاني في السجن واعترف لي بكذا وكذا 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 وخواتك الثنتين مشاركات معاه في الجريمة يا عبدالسلام غيروا بدل يا رجل جيلاني ممكن بس خواتي قالوا الله وكيلك هذا اللي صار وجيلاني هو اللي سولف لي هالسوالف هذي قالوا طيب انت مستعد انك تروح معاي على مركز الامن وتدلي بشهاتك هذي قالوا على طول ما عندي مشكلة ابدا اصلا هذول قتله وانا لما شفته على هالتلفزيون قاعد يتبجح ويعني ينفي التهم الموجه له قلت والله علي وعلى اعدائي الا اصلا ابو ربيع وابلغه باللي اعارفه ويقوم يروح ابو ربيع ما شذب خبره عبدالسلام وعلى مركز الامن سلام عليكم وعليكم السلام قالهم هذا الرجال يقول كذا وكذا وكذا رجال الامن جابوا عبدالسلام ما هي عبدالسلام قالهم نعم وجيلاني هو اللي اعترف لي بعظمة لسانه ومعاه شراكة خوات ابو ربيع الثنتين ابو ربيع ورجال الامن مصدومين من السوالف اللي قاعد يسولفها عبدالسلام جيلاني يسيدي فيه خلافات فيه مشاكل لكن هذه ما هي مبرر الارتكاب الجريمة لكن عمات ربيع ليش ليش لحتى يشاركن فيه الجريمة المهم جابوا جيلاني من اول وجدين قالوا له يا جيلاني خلاص الان ما في مفر ويبدون يضغطون على جيلاني او من هنا ومن هناك وبعد الضغوط والتحقيقات وبطرق رجال الامن تعرفون لما عندنا مثلا في سوريا يحطونه على ابساط الريح وهين يوجعك وهين ما يوجعك بدوا يضغطون على جيلاني الحد ما جيلاني هذاك اليوم قر واعترف بالجريمة الشنيعة اللي خلدها التاريخ واللي كان السبب الرئيسي في كشف هالجريمة عبدالستار اللي انا قلت اسمه عبدالسلام هو اسمه عبدالستار عبدالستار هذا اصلا شنون جاء على السجن اللي فيه بنزارت هذا كان فيه سجن ينقل له سجن باجة السجن هذا تعرض للحريق وصار فيه بعض المشاكل وقاموا ونقل له بعض السجناء ومن ضمنهم عبدالستار الى سجن بنزارت والتقى هناك بجيلاني القاتل المجرم المهم القصة الله يسلمكم بعد ما اعترف جيلاني اسمعوا الصدمات فيها القصة هذاك اليوم لما طلع ربيع في نهاية عام 2010 وبعثته اخته على اساس يشتري لها بطاقة شحن للجوال وشحن لها الجوال وفعلا وصلها مسج بانه تم تعبئة الجوال بالرصيد وصار يلعب فيها الشارع وكالعادة يعني وتجيه واحدة من عماته وتمسكه من ايده وقالت يا ربيع ودنا نروح نسوي جولة انا وياك والولد يعني هذه عمته اختبوه ما شذع الخبر ومش معاها الى راس الشارع ولا فيها السيارة جت على السيارة ولا فيها عمته الثانية عمته اللي هي متزوجها جيلاني زواج عرفي وركبوا فيها السيارة قالوا ودنا نسوي جولة في السيارة يا ربيع او ينطلقونه بربيع على شخص ينقال له المروكي المروكي هذا شيني سالفته المروكي هذا شخص تونسي يعمل بالسحر والدجل والشعوذة لكنه يتحدث باللهجة المغربية ومسوي حاله مغربي او ساحر مغربي والمروكي هذا فيه صداقة وعلاقة بينه وبين جيلاني المهم يروحون لعند المروكي هذا المروكي كان قائل الجيلاني واخت ابو ربيع اللي هي عمة ربيع قائلوا لهم الصراحة فيه كنز والجن اللي مسيطر على هالكنز هذا بحاجة الى ولد والولد هذا لازم يكون عمره عشر سنوات وبدأ جيلاني وعمة ربيع اللي ناقمين وحاقدين على ابو ربيع بسبب عركز هذا الزواج واصلا هم ما ردوا عليه وتزوجوا عرفي بدأوا يفكرون منه الولد اللي ودنا نجيبه نقدمه كيعني قربان للجن لأجل نحصل على هذا الكنز ويبدون يخططون منهين من هناك وتجي عينهم على ربيع قالوا منه نحصل على كنز ونغتني الولد الولد وبنفس الوقت ننتقم من هذا منير ابو ربيع ننتقم منه ونخليه سالفة على كل لسان ويقومون يخططون شلون ما شلون خططوا كذلك ادخلت العم الثانية على الخط وظهر انها كذلك حاقدة على ابو ربيع وعلى ابناء ابو ربيع ويقومون يخطفونه هذاك اليوم ويجيبونه لعند المروكي هذا الساحر المغربي اللي على اساس هو ساحر مغربي يقول لك حسب تقرير الطبي الشرعي انه ربيع ما ذبحه مباشرة متعرض الى تعذيب شديد ومتعرض الى عدة طعنات وجروح قبل لا يفارق الحياة وهذول ودهم ياخذون كمية من دماء ربيع رحمة الله عليه لاجل يقدمونها كقربان لهذا الجن اللي مسيطر على الكنز وبدوا يطعنون فيه مختلف عنحاء الجسد ويقومون كذلك يشيلون العضو التناسلي يمسحون ومسح لذلك لما اعثروا على الجثة بما انه ولد صغير يعني ماهم بين عليه علامات الذكورة ولا الانوثة فما قدروا يعرفون لحد ما سووا بعض التحليلات لحتى عرفوا انه هذا الولد يعني ذكر ماه انثى والامر اللي افضع من ذلك بعد ما اقتلوا وصفوا دموا يجي هذا المروكي الساحر يكتب بعض الشغلات والاشارات والرموز على جسد الطفل البريء رحمة الله عليه وكذلك قاطعين واحدة من ايديه واحدة من عيونه مفقوعة ماهي موجودة العين وبعد ما ارتكبوا هات جريمة الفضيعة والشنيعة هذه اللي صراحة من افضع وابشع الجرائم بسبب صلة القربة بين المقتول وبين القاتلات والقاتل بعد ما ارتكبوا هات جريمة الفضيعة هذه مارسوا حياتهم بشكل طبيعي وبعد ما سووا وعملتهم قاموا رموا الجثة وحطوها في كيس اسود ورموها في احد الشوارع وبناء على اعترافات جيلاني تم القاء القبض على اخوات منير ابو ربيع العمات الثنتين جابوهن ولا واحنا مستحيل ويبجن ومنهين ومنهناك وولد اخونا هذا بالضغط والتحقيق اعترفا بالمشاركة في الجريمة وكذلك في شخص خامس مشارك في الجريمة الآن عندنا جيلاني وعمات ربيع الثنتين والمروكي الساحر وابن الجيلاني الخمسة هذول تم تقديمهم للمحاكمة في بداية عام 2011 وعلى روحات وجلسات وجيات والمهم في عام 2015 يعني بعد تقريبا اربع سنوات تم الحكم عليهم بشكل مبدئي بالاعدام شنقا او تم الاستئناف استئناف الحكم ومحامين وجلسات والقضية اصبحت من اهم القضايا العربية واهم القضايا التونسية قضية رأي عام وتروح الايام وتجي الايام الى عام 2022 في عام 2022 تم اصدار الحكم النهائي بحق القتل الخمسة وتم الحكم عليهم بالاعدام شنقا لكن مع كل اسف تنفيذ حكم الاعدام متوقف في تونس وفي بعض الدول العربية والدول العربية في المغرب العربي بالتحديد تلاقي القتل والمجرمين ياخذون حكم اعدام لكن ما يتم تنفيذ هذا الحكم والحكم يبقى قيد التوقيف او متوقف الحكم ويقضي حياته في السجن كانت هذه نهاية القصة اللي ابتدت في نهاية عام 2010 وانتهت تقريبا بعد 10 الى 11 سنة وذلك يوم اصدار الحكم النهائي على القتل الخمسة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها وفضاعتها الجريمة هذه بالتمثيل بجثة الولد هذا رحمة الله عليه الله يكونوا بعون اهله ولا يحط مخلوق فيها الموقف الصعب هذا وكذلك المشكلة الاكبر انه العمات الله يعمي على قلوبهم يعني شنو القلوب اللي عندهم اللي انهم شاركا فيها الجريمة هذه جيلاني في النهاية يبقى شخص غريب عن العائلة لكن هذن عماته وصلت القرابة من الدرجة الاولى وفي النهاية ما حصلوا لا على كنز ولا حصلا على شي الشيء اللي حصلن عليه انه راح يقضن تالي حياتهم في السجن هنا هو القاتل الجيلاني طبعا الجيلاني موجود الفيديو على اليوتيوب في برنامج المسامح كريم اشلون كان يمثل على الشعب التونسي وعلى التليفزيون واللي يشوف الجيلاني هو يسولف يقول هذا اخر شخص ممكن تفكر فيه انه هو القاتل واللي مرتكب هالجريمة لكن بمجرد انك تشوف شكل الجيلاني شكله مباشرة يحيلك انه هذا قاتل ومجرم من الدرجة الاولى لكن كان بارع فيه التمثيل رحمة الله على ربيع والله يعوض اهل خير ويجعلوا شفيع لهم يوم القيامة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة